200 مليار جنيه. ده الهدف من الدرايب او يعني الهدف ان هم يوصلونه ليجمعوه من الدرايب بتاعة المواطن مصر. بعيدا بقى ان احنا كنا ومازلنا لسه شوية يعني بيحاول نتدرب على غير كده يعني احنا ما كانش عندنا ساقة الدرايب اللي بندفعها دي بتروح فين? احنا ولا شايفين رصيف معمول ولا شايفين صرف صحي معرفش ايه. ولا بتجلنا الخدمات اللي احنا عايزينها. ولا حتى زي الفقرة اللي فاتت مراكز الشباب والخدمات اللي احنا مفهود نبقى بنحصل عليها كمواطن مصري بيدفع درايبه. كناش عارفين هي بتروح فين? بس في كل الاحوال عندنا امل بقى انه ده هيتغير الفترة اللي جاية. فبالتالي مهم ان احنا كلنا ندفع الدرايب. بس في نفس الوقت في ظل الازمة الاقتصادية تحديدا في قطاع الخاص اللي محققش يمكن الهدف من السنة بتاعته ويمكن اقل من خمسين في المية منهم كتير. وانه اللي ماشي عمالة وما شابه. بس نفس الوقت احنا محتاجين ان احنا كلنا نسلم اقراراتنا ضاربية. علشان محتاجين الدرايب واحنا مصر نفسها في ازمة اقتصادية. اخر شهر ده هو اخر يوم لتسليم الاقرارات ضاربية للافراد. واخر ابريل هو اخر يوم لتسليم الاقرارات الضاربية للشركات. لنعرف تفاصيل عن الاقرارات الضاريبية. والنسبة اللي احنا محتاجينها قد ايه. نفهم شوية اكتر من ضفنا اللي بيننورنا في الستوديو. دكتور مصطفى عبدالقى الرئيس الإدارة المركزية للاتفاقات الدولية نهارك سعيدي فن زي ما عيدة قالت 200 مليار اللي هم حوالي 60% من حصيلة خزانة الدولة إزاي رقم واحد إزاي هتقدر مصلحة الدرائب إن هي تحقق الرقم ده في إطار إن إحنا عندنا أزمة اقتصادية راهنة وكذلك إن الحصيلة المشتهدفة كبيرة 200 مليار خلينا نتفق الأول إن لابد أن يكون هناك تفاؤل ويمكن اللي بيساعد على التفاول أكتر إن إحنا في ظل قيام صورة 25 يناير قامت في يناير وكان التوقيت صعب جدا ومع هذا تمكنت المصلحة من تحقيق المستهدف اللي مطلوب بل زاد عنه في العام المالي اللي هو 2010-2011 حققناه وزدنا عليه شوية ونأمن وعندنا أمل إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية برضو إن إحنا نوصل لهذا الرابط يعني أنا بس قريت تصريح كده من التصريحات إنه وزير المالية أعلن إنه هيعمل زي نوع من أنواع التحفيز يعني للناس المتأخرة عندها دراية متأخرة دي من سنوات سابقة يعني المتأخرات دي هو المرسوم بقانون الخاص بموضوع الحوافز هو لا يختصر فقط على موضوع المتأخرات الدربية هو ما فيش خلاف على إن مستهدف من هذا المرسوم بقانون تحصيل المتأخرات الدربية من خلال منح حوافز للأشخاص علشان يبدروا بسداد باعتبار إن تحصيل المبالغ النهاردة للظروف اللي إحنا فيها أهم من تحصيلها بكرة لكن لا يقتصر فقط على المتأخرات الدربية النهاردة الممول اللي حيروح يتفق على ضريبة مختلف عليها في المأمورية ساعة ما حيتفق هيستطيع هي لا تصبح متأخرات ضربية هيستطيع اعتبارا من تاريخ موافقته في لجنة الداخلية إن هو يسادد واستفيد من مرسوم بقانون اللي هو الخاص بالحوافز اللي هي قمتها ستين مليار جنيه يعني خبر يعني ممكن تدربة المتأخرات المقدرة المتأخرات يعني بتقدر دي بس إحنا نخلي بأنني مش كل المبالغ اللي هي المتأخرات حيطبق عليها قانون الحوافز لإن فيها مثلا على سبيل المثال على جهات سيادية زي البترول زي غيرو مش حيطبق عليها الحوافز الحوافز اللي هي تقصدات يعني هي دائما تبقى للقطع الخاصة طيب دكتور بمناسبة إن احنا أول سنة بعد الثورة و 31 مارس آخر معاة بالنسبة للأفراد و 30 إبريل آخر معاة بالنسبة للشركات إيه التسيرات والتسهيلات اللي بتقدمها مصلحة الضرائب للممولين علشان نقدر نرم الحصيرة والله التسهيلات يعني مستمرة الموسم ليس موسم جديد على مصلحة الضرائب دائما إن المصلحة في نسبة لهذه الظروف إنها بتحاول تقوم بالتوعية الكاملة لحس الممول على تقديم الإقرارات الضربية وفي وحدات موجودة لمساعدة الممول في تقديم هذا الإقرار في استفاء البيانات المتعلقة بهذا الإقرار بل هناك منافس لإستلام هذه الإقرارات في الغرفة التجارية إلى أخيره اللي حصل بعد الضربة فيما تعلق بالتحسين نحن نتحدث عن ألية ضربية لا تتغير بقيام الضربات لكن هي الأداء هو الأداء إن إحنا بقينا أقرب كتير من الممول من مشاكل الممول وبنحاول بقدر إمكان إن إحنا نتعامل معها في ضوء ما تسمح به القوانين لإن إحنا ما زلنا دائما الممول يبحث إلى أو أماله دائما بتتجاوز التشريعات الضربية حتى فيما تعلق بالمقدمة التي تقالت عن الموازنة العامة للدولة ما نقدرش نقول إن مفيش مش ظاهر من الحصيلة الضربية إن في مشروعات ولا لكن يمكن هذه المشروعات لا تفي بأمال الشعب المصري لكن هناك مشروعات ضخمة من أين يتم تمويلها هناك تعليم هناك علاج مجاني حتى وإن اختلفنا على أداء المستوى أداء لكن في جميع الأحوال من أين يمول فهناك يعني فيه أداء لكن هو لقد لا يكون على قدر أمال للشعب المصري طيب دكتور مثلا أنا إذا رجعتني الـ 200 مليار دول 200 مليار دول يتحددوا على أساس إيه هل دا زي السنة اللي فاتت ولا السنة اللي دائما المعيار دائما السنة اللي فاتت بتبقى الحد الأدنى ما لم يكن هناك أسباب زي ما حصل ساعة الأزمة المالية لم يتم اتباعها هذا المانهج يعني بل تم تخفيض الحصيلة الضربية في ضوء المعطيات والظروف الاقتصادية بالنسبة لهذه الزروف كان الأساس السنة اللي فاتت كان حوالي 175 مليار السنة دي بحكم أننا بنتحدث عن عجز موازنة ضخ وأن المفروض أن الضرائب هي عنصر أساسي في تغطية هذا العجز من هنا كانت فكرة الزيادة هو نوع من أنواع حتى وإن لم تحقق لكن في جميع الأحوال لما بتحطي يعني قدامك لو حطينا 170 فإنك قد لا تتمكن 165 حتى وإن حسنا المبلغ زيت شوية لكن أعتقد هو ده حافز قوي لأداء المصلحة أنها على الأقل تقرب من هذا المبلغ وأن كنت عندي أمل أنها تغطي لأ معلش لازم أقف هنا ده حي بتكلم من وجهة نظر الدولة أنا كمواطن أنت عندك عجز ما أنا كمان عندي عجز ما احنا بيتكلم عن إذن القصاد كله بايز السنة دي وأنا ناس تتصرحت وناس مش شغالة أنت عندك عجز في الموازنة وعايز تاخد مني في السنة دي أكتر من اللي خدته السنة اللي فتت ده أنا كده إحنا كده هنا في خلط بين الربط ذاته أو المطلوب وبين تأدير الضريب بمعنى لن يتم الحصول من الممول إلا بقدر الملتزم بسلامة لا تستطيع المصلحة أن تطالب واحد بأن يدفع أكتر مما هو عليه أو أكتر مما هو مستحق أن يدفعه مفهوم لكن إحنا زي ما بنقول بنحرك الماء الراكد يعني ما بتكلم على ممول النهاردة يعني مش قادر يدفع فبحاول أديله حافز يسدد اللي أنا بعمله إيه أنا ما بأخدش منه أكتر من طاق فهو أنا بديله حافز ده بيزود من حاصلتي الضريبية وفي جميع الأحوال الضريبة ضريبة تفرد على الدخل وترتبط بالدخل وجودا وعدما والتالي زيادة الربط زيادة التأسيد فيه التأسيد قائم التأسيد قائم من زمان هو القانون الحوافز هو بس أسم مراحل إده 25% لليه حيسدد عليه مستحقات ضربية وسددها قبل 31-3 و15% قبل 30-6 و10% من بعد 30-6 طيب لا أنا برضو معلش مش في حيك أعوذر جهري الضريبة إنما أنا بيتخصم من المنبع غصبا عني ما عرفش بيخصمه قد إيه حتى يعني بساعة بيخصمه 20-30 وأنا مش بعرف اللي بيتخصم بس بيتخصم من الأساس لأن الموظفة حكومية أنا بتكلم دولتي على القطاع الخاصة اللي بيقدم إقرارات ضريبية أو الأفراد اللي بيقدم إقرارات ضريبية لما حضرتك تقولي إن الخطة بـ 200 مليار ودي أكتر مرة تانية من السنة اللي قبلها إذ على أي أساس في ظل ظروف اقتصادية كلنا عارفينها والدولة نفسها عندها عجل والمواطن نفسه عنده عجل في دخله إزاي تم تقدير القيمة الضريبية الإجمالية أكتر من السنة اللي قبلها ده سؤال بالنسبة لي يعني مهم دائما نقطة البد أنا النهاردة ما بقدرش يعني أوزن الوعاء الضريبي الدول على مستوى الدولة عشان ده في جميع الأحوال وبالتالي أنا عندي مؤشرات معينة بعتمد عليها في تأديري لأي سنة في أي مؤسسة مفهول حتى لو بعمل دراسة جدوى أو كده فأنا نقطة البد عندي الحصيلة إلى حد ما الوضع صحيح هو متغير لكن إحنا مش شايفينه متغير والدليل على كده إن أنا بتكلم النهاردة السنة المالية برقت حوالها سبع شهور حتى هذه اللحظة المحقق يغطي المقدر عن هذه الفترة وبالتالي هي ما بقدرش إيس الوعاء الضريبي على مستوى الدولة لكن هي ده مؤشر مهم جدا فاتخذ في الاعتبار المحصل السنة اللي فاتت المتأخرات الضربية والأخذ في الاعتبار اللي ممكن تحصيله الحاجة التانية إن إحنا بنشعر فعلا ودي حقيقة موجودة إن في حس وطني عند العديد من الممولين اللي بيبادر في هذه الظروف لما بيشعر هو بيسد الدين من عليه لكن مجرد إنه بيشعر إنه سداده لهذه في الدين في حد ذاته بيعد خدمة وطنية فهناك العديد من الممولين اللي بيبادروا بسداد والدليل على كده إن الحصيلة خلال الفترة اللي فاتت طيب دكتور بردو بمناسبة الكلام ده في محلات تجارية كثيرة قديرت في الأحداث على مدى السنة دول هيبقى التعامل معهم إزاي يعني هيبقى لديهم تأسيد زيادة ولا عملوا يخصوص أنهم بيدوروا أصلا على تعويض يعوضوا به إلا راح أصلا قبل الضرائب التأسيد قائم في ظل القوانين من ساعة من أول قانون ضرائب حتى هذه اللحظة التأسيد قائم نمرة اتنين الذي يقوم بربط الضريبة هو الممول وليست الإدارة الضريبية وبالتالي بيقدرها طبقا لظروفه وطبقا للموضيات والمصطحة لا تتدخل على يعني بيتم مراعاتها إذن دي بيتم مراعاتها من قبل المول والمصلحة من جانبها زي ما أقول حتى من جانب الدولة ما أقول قانون حوافظ ما هو ده الدور اللي تقدر تقوم بالدولة في هذه المرحلة لتحصيل ده نوع من أنواع المساعدة للممول وتحقيقها يعني طب مناسبة بقى التلافات والناس اللي خسرت مصلحة الضرائب كان صلاح حريق في مبنى ضرائب أصر النيل وأصر عبدين إيه حجم الخسارة تعرضت لها المصلحة خصوصا إنه في تصريحات كثيرة جدا من المسؤولين بأنه ملفات الممولين في أمان مع العلم من الحاجة تلافيات كبيرة جدا في المبنى وساعتها كان في موظفين طلعوا في قنوات كثيرة قالوا ده في ملفات لن تسترد وحاجات كده وتطير الكثير من الألأي والله يا وحنا دائما يعني قيل الأقوال المتناقضة قيلت لكن الكلام الرسمي واللي أعتقد إنه مش من مصلحة مصلحة الضرائب أن تخفي الكلام ده إن الحريق لم يمس الملفات العاملة دائما نبحث عن الملفات العاملة اللي هي مستمرة أما الملفات اللي خلاص الممول بتاعها توقف عن النشاط وتحفظ الملف ففقد هذا الملف لن يكون ضرره بقدر أن أنا بتكلم على ملف عامل بتم بحسب فيه الممول وعندي بيانات فاللي حدث فعلا فيما يتعلق به لم يمس على الإطلاق الملفات العاملة ولم يؤثر على أداء المأموريات فيما يتعلق بهذا الموضوع أما ما يقال إحنا في مرحلة يمكن يعني اسمح لي في التعبير نصدق ما لا نراه وبالتالي بيبقى أحيانا كلام لكن الكلام الرسمي والكلام الفعلي الصادق هو أن هذا الحريق لم يمس الملفات العاملة فيه مايكروفيلم عليه كل فيه طبعا فيه حاسبات أليا مسجل عليها وفيه مركزية البانات أنا بتكلم حتى على الملف الورقي هو برضو بيبقى مطلوب بشكل عام لكن فيه بيتعمل اسكان وبيتعمل أليات كتيرة يعني إلى حد المادات المطلوبة للاستمرار في الإجراءات موجودة وقائمة في ظل الغياب المؤسسي بشكل عام خلال السنة اللي فاتت إذا كان على مستوى الوزرات التنفيذية أو إذا كان على مستوى الأمن زي ما بنتكلم بس بنسمع دايما على مشكلة الدرائب الفواتير اللي عليها رقم ضريبي لما بتطلب فاتورة من أي حد وده كان مهم يعني يمكن الحملات الإعلانية اللي حصلت قبل كده من قبل مصلحة الدرائب كانت إزاي تحصل على فاتورة يعني مختومة من أي مكان أنت بتاخده عشان ده بيساعدك لما تيجي تقدم إقرارك الدريب مين اللي بيرائب على ده دلوقتي وهل بيتم مراقب عليه نحن عندنا انفلات على مستوى يعني لو سمنا انفلات أخلاقي يعني على مستوى مصر كلها حدش بيطلع فواتير حدش بيقدم أي مستندات كل الناس ماشية كده زي ما هي عايزة إزاي بيتم مراقب الدو وحساباته ولا إيه اللي بيحصل مفروض الوقت خلينا نتفق الأول أن العلاقة بين القانون والمجتمع كالعلاقة بين الشجرة والتربة وأن كل ما كانت التربة خصبة كل ما كانت شجرة القانون ورفض الزلال أي قانون هو ظاهرة اكتماعية أو هو نتاج المجتمع وبالتالي كل ما كان المجتمع جيد كل ما كان القانون جيد لأن دائما نجاح أي قانون ليس فقط في الرقابة وأن كانت الرقابة مهمة لكن تقبل المجتمع وأن يكون هذا القانون ملائم لظروف المجتمع القانون 91 جيب فكرة بيتحدث عن الربط الذات يعني الممول هو اللي بيقوم بربط الضريبة طب يقوم بربط الضريبة أهم عنصر من عناصر ربط الضريبة للمصداقية هو أن يكون هذا الكلام مؤيد بمستندات مشكلة المجتمع الضريب المصري هو مجتمع يعني اسمحيلي في التعبير بس أنا بوصف واقع مجتمع لا يحترم الفوطرة وبالتالي ظهرت مشاكل متعلقة بمحاسبة الممولين أنه بيعمل إقرار بيطالب بربط ذات وبيطالب بفحصة العينة اللي هي جاء الفطورة بيطالب بفحصة العينة ومع هذا الأرقام اللي هو في النهاية بيقدرها الحالات التأديرية أرقام غير مسندة بأي مستندات أو أي إحنا في هذه المرحلة أدام بنتكلم عن خلل في مرأبة الفطورة ما فيه خلافة لأنه حينعكس على أداء الإدارة الضربية طبعا لأنه نجاح أي منظومة ضربية ليست حكرا على مصطحة الضربية وإنما لابد أن يتفاعل يعني أطراف المنظومة إذا كنت بتكلم على ممول إذا كنت بتكلم على مشارع يراعي ظروف المجتمع إلا لم يسير التلاتة في خط متوازن لن يكون هناك نجاح للمنظومة طيب في هذه المرحلة الحقيقة يمكن الفطورة أنا فيه إحنا بنبحث عنها في العديد من الأحوال اللي أنا جدها ويعني الجهات المختصة حتى فيما يتعلق بحماية المستهلك الحية أنا معرفش دورها إيه لكن هي أعتقد من المؤسسات اللي بتتأكد من حماية المستهلك ما هي حلقة صلاحة مفرغة يا دكتور يعني إحنا ما كناش الناس بكاتش بتبقى حريصة على الفطورة علشان إشمعنا أنا اللي بدفع درائب ما الأغنية ما بدفعوش درائب وأنا بس طبعا أنا مش واخد خدمات فهي دائرة مفرغة لما الدائرة دي يعني تتزبط هتلاقي ناس حريصة والقانون يتوبق على جميع طيب سؤالنا لأخير دكتور بس عشان وقتنا تعليقا خلص من ضمن التسهيلات اللي إحنا فهمناها إنه يعني بسبب حالة الإنفلات الأمني في تعليمات بإنه يبتدي العمل بنظام التحصيل الإلكتروني إيه المقصود به التحصيل الإلكتروني عن طريق الإنترنت في مصر جوا مصر وبرى مصر والمحافظات الموضوع يتم إزاي وفي إطار كلام حضرتك إزاي هيتم توسيق المجتنادات الخاصة بالإقرار بالنسبة فيما يتعلق بالإقرارات موضوع كل الإقرارات المقدمة علشان إجراءات الفحص بالعينة ما بيتمش من خلال العنصر الباشر وإنما بيتم من إدخال الإقرارات على الكمبيوتر فكل الإقرارات التي تقدم بيتعمل لها سكانينج وبيتم من خلالها اختيار الإقرارات بالفحص بالعينة موضوع التحصيل الإلكتروني وتقديم الإقرارات أو استخدام الإنترنت هي دي كانت أحد الآليات أو الأدوات اللي استخدمها القانون واحد ودسين للسنة 2005 والحقيقة حتى تاريخه هي مستخدمة كل الوسائل التي يستطيع الممول من خلالها سدادة ضريبة سواء كان من خلال الإنترنت أو من خلال أنه النهاردة بيتوجه للبنوك بتسادده بعد كده البنوك عشان تبقى قريبة منه يعني عنديش الحقيقة حصر للعدد لكن أعتقد كل فروع البنك الأهلي على ما أذكر يعني بتستخدم في تحصيل الضرائب فأعتقد فيما يتعلق بمسألة سدادة ضريبة المهم من نفس التدفع يعني أدام في حصيلة يبقى في تفاعل أدام في حصيلة يبقى في تفاعل دكتور مصطفى عبدالقالي الرئيسي لدارة المركزية للتفاقات الدولية بنشكرك جدا ونتقوم بشكرا لسه بنكمل فقراتنا في نهارك سعيد خليكم معنا اشتركوا في القناة